بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا دايما في الحلقات اللي احنا بنتكلم عنها وبنتكلم نجاوب على سؤال ماذا حدث لنا؟ ماذا حدث للمصريين؟ وكننا تكلمنا عن جمال المصريين لكن ما زلنا بنناقش وبنبحث في زواهر مهمة حصلت لنا لازم نبتدي ونقول زمان كان الناس لما يسمعوا حد بيتكلم بشكل سلبي عن حد يعني بيختبوه او بيتكلموا عنه في غيبته كان الناس تقولولهم حاجة وانا الكلام ده تلسه حافظوا عن امي كانوا الناس يقولوله ايه؟ الشخص ده ما تقولش عليه كده لان الملائكته حاضرين ده كان بيدل على احترامهم للشخص الغايب وبالتالي كانوا بيحترموه كمان وهو حاضر فما يقولوش اي كلمة تجرحه حتى لو كان حد يسأل حد عن رأيه في شكل شخص يعرفه هل هو جميل؟ يعني شكله حلو وسيم يعني فلو ما كانش جميل ما كانوش يقولوله كده كانوش يقولوله ايه ده وحش اوي كانوا ينقوا صفة من الصفات الحلوة اللي فيه ويقولوله ايه؟ ده فلان ده طيب ده فلان ده دمه خفيف فلان اخلاقوا عاليا بس ما يجوش ناحية ايه؟ انه هو مش وسيم الناس ما بتحبش تذكروا الصفات السلبية عن الناس ونكمل ولكن بعد الفاصل موضوع التنمر انا كرجل مدرس بيحصل موضوع التنمر طالب على طالب ياما في هدومه في معيشته ده بيرجع بردوك لالتربية والدين لان احنا لو رجعنا للدين مش هيبقى فيه تنمر لان لازم ايه من رحم ضعيفكم رحم ايه كبيركم قلت دين وقلت معرفة وقلت علم وقلت فهم بكل اسف يعني الناس بتشوف بعض كده في الطريق او في الشارع ويتكلموا على بعض او ده يقول ده اما انت لابس كده ليه اما انت عامل كده ليه الكلام ده كله المفروض تبقى يعني الناس تبقى زي زمان وبالنسبة للتنمر يا طبعا الناس دلوقتي واخدها انها تريقها هزور الكلام ده كله طبعا محدش عارف الاسباب دي ممكن تخلي الواحد يوصل ايه طعيب لاحدش يقول لحد لقب وحش محدش يستهزق بحد المفروض الاسلام وصب كده نحترم الغريب نحترم القريب نحترم الآخر برأي الضغط الاجتماعي برضو ممكن الضغوط السياسية والمالية هي اللي تخلي ناس بتتنرفس والطريق مش لسه في سوشال ميديا فقط بس برضو في شوارع ما انت بقى انت بتشوف بقى اللي هو قصا الوعي بقى والميديا وكده بتلاقي ان الموضوع بقى ايه بقى نوع من الدحك ان انت بتضحك الناس على حساب ناس تاني هو ممكن يكون يعني قلة دين وقلة انسانية من الشباب او من الناس اللي موجود قلة تربية برضو عشان الاطفال اللي موجودة بتتنمر على بعض وقلة وعي ان الواحد مثلا مش عايف ان الكلمة اللي هو بقولها دي ممكن تعمل ايه في الشخص اللي موجود قدامه اللي يعني في ناس واخدها ان ايه كهزار وكسخرية وكلام من ده لكن هما مش حاسين بالعقد النفسية اللي بتحصل من التنمر و بتصيب الشخص اللي بتنمر عليه الناس اللي قالوا لنا في التقرير ده كلام مهم قوي قالوا لنا فيه اسباب كتيرة جدا جدا بس كانوا بيركزوا على فكرة التنمر التنمر اللي بقى ياكل مجالسنا بقى ياكل قلوبنا اللي كانت الناس ما بتعملوش في بعض الناس شافوا ان ده جاي من الضغوط وبعض الناس شافوا ان ده فيه قصور في الجانب الديني وعشان كده كنا لازم نسأل نفسنا احنا ليه بقنا كده كانت الناس ما تحبش تذكر الصفات السلبية عن حد تخيل المصريين لازم يحسوا بان فيه حاجة تغيرت بالتنمر ده المصريين لدرجة ما يحبوش يذكروا حاجة سيئة عن حد تدرجة انهم ما يقولوا ايه لما يجوا يتكلموا عن المجنون يقولوا المجنون ده ماله شخص حصل له جنون يقولوا ايه ما كانوش يقولوا عليه مجنون يقولوا عنده لطف يعني ايه عنده لطف يعني ان الله سبحانه تعالى تلطف فيه لان المجنون بيرفع عنه التكليف حتى ده ويقولوا على الرجل اللي فقط بصره يقولوا عليه ايه يقولوا عليه بصير ليه؟ لأن كلمة بصير دي تنفع تستخدم كمان ويعتبرها علماء اللغة من القضاء فيكون معناها الشخص المبصر والشخص الضرير كمان وعشان كده استخدمها المصريين عشان ما يكسروش بخطر حد فلما يقولوا عنه أنه هو بصير ما تجرحش مشاعره احنا كنا عايشين بكتاب الله يا أيها الذين أمانوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فكنا عايشين محدش فينا بيسخر من حد وكمان ما كناش بنقع في هذا التحذير الالهي إلا قال لنا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبزوا بالألقاب ما كناش بنعمل كده كنا عايشين بنتعلم من جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم علم الصحابة لما شافوا ساق سيدنا عبد الله بن مسعود فشافوها صغيرة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شافوا هو كان على النخلة بيجني الثمار فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم درس مهم جدا قال على ساقه اللي كانوا بتحكوا عليها والذي نفسي بيدي لهما اللي هما ساقين سيدنا عبد الله بن مسعود أسقلوا في الميزان من أحد إحنا بقى دلوقتي بقينا نعمل إيه بقى بنشوف أن السخرية والتنمر ده زار وإحنا دايما أقول لكم حاجة حضرة النبي حذرنا من لعبة النفس دي اللي هي إيه؟ النتيجة النفس تسمينا الحرام بغير اسمي فنسمي السخرية من بعض يزار كلمة كده ممكن نقولها فيعدي واحد تلاقيه قاعد كده هو وحاسس أنه عايز يعمل حاجة يضحك بيها ويأذي حد ومش مهم اللي يتأذي ده تتكسر بخطره يتقلب عليه ذكريات ولا يفتح عليه حاجة تكسر خطره أو بيهسر لكن الحقيقة أن الناس الأصلاء يتحكوا مع بعض مش الناس تتحك على حساب بعض وده حاجة مهمة جدا للأسف بيكون مش مدركين أن السخرية دي ممكن تعمل إيه نفسية الشخص ده وممكن توصله إلى حد إيه مش غريب إنه أنا أقول لكم أخبار إنه فيه ناس بسبب التنمر بتنتحر وإني طبعا ما بقولش إن الكلام ده صح وما بقولش إن الكلام ده شيء من قبيل الاتزان ولا إن الناس تعمل كده لأسك إنه أنا بحذر الناس ولذلك هل ده يدخل في قولي صلى الله عليه وسلم من أعانى على قطر مسلم ولو بشطر كلمة فهو قاتل ممكن يكون كده وسيدة عائشة بتبلغنا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحكي إن هي مرة قالت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على ستين صفية وقالت بيادها هكذا يعني أشارت إن هي قصيرة يعني فقال لها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقد مزجت بي كلمة لو موزجت بيها ماء البحر لمزجته يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو الكلمة دي تحطت في ماء البحر المالح اللي هو في الغالب ما بيتغيرش ريحته وما بينتنش كان حصل إن هو تغير من كلمة واحدة بس مش من كلمة من إشارة يعني لو الشخص كان بيوسف شخص بصفة فيه ولكن من باب السخرية فده لا يجوز ده اللي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي علمنا بحاسم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم يعني المسلمي حرام دمه وماله وعرضه فإحنا فاهمين كده إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الشخص المتنمر إن هو شرير ولا إنه الشخص مرح أكيد بيقولها ليه إن هو دهات ما بيعمل يفعلش شيء بيرضي ربنا سبحانه وتعالى بل بينتهك عرضه أخي هي بقى تضحك والعزار إن إحنا كلنا نضحك مع بعض مش إننا نضحك على بعض فين الرحمة والطيبة في إن حد يضحك على حد والرحمة والطيبة على فكرة كانوا أهم صفة من صفات التدائم المصري إحنا لو نظلنا للتحاول اللي حصل لنا هنلاقي بالنسبة كبيرة إن المواد اللي بتعرض في الإعلام والسوشيال ميديا كان لها أثر كبير في إننا نستخدم السخرية والتنمر كوسيلة للدحك زي مثلا اللي تقدم في أفلامنا ومسرحياتنا من السخرية من الناس حسب حجمهم التخين أو الرفيع الطويل أو الأصير والفيديوهات اللي بقى الناس تصورها وتنزلها على السوشيال ميديا وهي بتتريع على الناس بسبب مظهرهم أو شكلهم وساعات بسبب طبقتهم ويتنمروا عن الناس عشان فؤرة أو يتنمروا عن الناس عشان هم مش فاهمين وناس سزج وعلى نياتهم ومع ذلك الحالات دي بتحقق مشاهداتها عالية احنا لما نيجي نشرح حديث رسول الله سلم إن الله طيب ولا يقبله إلا طيبة فلازم يكون قلوبنا طيبة والسنتنا طهرة مليانة بالجمال وما بتقولش غير كل طيب وربنا سبحانه وتعالى ألعن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وحضرة النبي قال إنما بعثت لأتم كارمة الأخلاق فلو كنت فعلا بتحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لازم تتبع حضرة النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم الله كل سلوك المصر يحسسنا بفجوة ما بين حكتين ما بين اللي في قلوبنا واللي بيعيشوا في حياتنا أو الله أنا حاسس بيكم حاسس إن فيه فجوة إحنا بنحب إن إحنا نبقى عندنا رحمة نبقى مهذبين نبقى لطاف بس إحنا ساعات بنعمل حاجات كده ما بتكونش إلا فيها رحمة ولا فيها خير ولا فيها لطف بالناس اللي عايز يا سادة يبقى موصول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم يسير خلف الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم طب نعمل إيه؟ هقول لكم شوية إجراءات سهلة أول حاجة أصلا أنا بطالبكم إن أنتم تتخففوا أيضا أصلا من هذا الإدمان لكثير من السوشيال ميديا تعالوا بس نساعد نفسنا ونبتد نحط معيار إن إحنا نمتنع عن رؤية المحتوى اللي بيشجع على التنمر ويا سيدي واستبدله بمتابعة محتوى تاني هادف بيتكلم على إزاي تشوف الجمال في اللي حواليك وفي الأشياء اللي حواليك وإزاي يشجعك على التعاطف واللطف بالناس وإخراج أحسن ما فيهم في كده؟ في مواد زي كده كتير جدا 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 ما حدش قال إن السوشيال ميديا بتستخدم بس في السيء في مواد بتفتح أبواب اللطف والرحمة ولين القلوب كتيرة دي أول حاجة تاني حاجة كل يوم قول كلمة حلوة لأهل بيتك افتكر كده واخترع كلمة حلوة تيجي مثلا لأولادك وتيجي تقول لهم على فكرة أنت وجودكم في حياتي فارق مش بس عشان أنتوا خلتوني أب لكن عشان أنتوا اللي بتكرسوا وبتثبتوا في قلب الحنية الرحمة أنتوا اللي بتعلموني قيم أنتوا اللي بتعلموني أن ضميري يفضل صاحي لولا خوفي عليكم أن أنا أكلكم حاجة حرام ما كنتش فيها كل السبات على حسن الأخلاق ولا السبات على البحث عن اللقمة الحلال أنا كل ما فتكر أننا الحمد لله كنت سبب أننا أتمسك بقيمي وبأخلاقي أحمد ربنا على أن ربنا رزقني إياكم تقولي زوجتك أنت نعمة من نعم ربنا وتقولي الوقت وأنا حاسس أن أنت في ظهري ربنا يخليكي وتملي البيت رحمة ونور وذكر وصلاة في ناس كتير زوجتهم يشوف زوجتهم بتصلي وبتصوم بتقرأ قرآن عمره ما قال لها كلمة حلوة أني أوش يهم نور ولا أنت صلاتك دي هي اللي ملي لبيت برك عمره ما قال كده لا لازم نقول الكلام ده وكفيانة أن احنا نقول كلام سلبي عن الأخرين ولو شوفنا شخص بيتنمر على حد ده ثلاث حاجة ننصحه ونوقفه عنده ونمنعه مش بس كده ونسارع في تطيب خاطر الشخص اللي كان تنمر عليه الشخص ده أو أزاه وننصح كل المشاركين في ده أن احنا خلاص أن الأوان أن كل واحد فينا يبقى مش بيته بس المساحة الأمنة بتاعته لكن بيته ومدرسته وشغله تعالوا نوفر لبعض مساحات آمنة مساحات نقدر فيها كل واحد فينا يهدى باله ويطفي خوفه ويعيش ببساطة وما يتلفتش على حواليه مين اللي بيتحك عليه وماشي في الطريق ولا مين بيقول عليه إيه من ورى ظهره ولا مين بيبصله بصة سخرية تعالوا نوسع المساحة الأمنة في حياتنا تعالوا نوسع مساحة الطمأنينة في حياتنا وكل إنسان هيقدر يساعد في ده هيكتب له ثواب أنه أمن مسلم ويكتب له ثواب أنه كأنه أنقذ نفسا من الموت تعالوا نلجي بعضنا من الموت الصامت اللي هو الموت من السخرية يا رب جعاننا من الناس اللي تكون سبب في تمأنينة الناس وفي التيسير عليهم يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومتلقى كمان تعليقاتكم وكمان نصائحكم عشان برنامجنا يفضل على تواصل دائم مع حضراتكم ومعانا أول سؤال النهاردة لأستاذ سيد من القاهرة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سالة حديك طيب وحديك طيب وبصحة وبسلامة صلى صلى عندي سؤال في الزكاء يعني تفضل يا سيتي عضراتك أنا مدي لواحد مبلغ يشغله لي معاه يعني طيب وهو رجل أمين يعني والمبلغ ده بيديني هو كل سنة عليها ربش ليه حضراتك بتقول لي رجل أمين يعني لأن رجل يعني يعيش معايا في المنطقة يعني طيب معايا في المنطقة وكويس يعني فانا جربته قبل كده يعني ولا حاجة أنا ما ليش دعوة أنت حضريت متسنة على الزكاية بعد كده أقول لك نصحتي أولي كم took فالمبلغ اللي بيدهوني أنا بيعيش منه كل سنة طول السنة يعني ани فطبعاً هل أدفع الزكا على المبلغ اللي هو أنا عططوله هو اللي هو مشغلهولي ولا أدفع على المبلغ اللي أنا بأخده منه اللي هو ال Body اللي بأخده منه ولا على ثمين سوال إنت الفلوس اللي بتفضل معاك ده أنت عندك رسيد إنت عندك رسيد وعندكش رصيد هو مبلغ اللي عنده بس ربنا يوسع عليك ويكتر ويكتر مالك إن شاء الله ويوسع رزقك ويبقى عندك رصيد كتير فضل ونعم الآن مثلا الفلوس اللي بتجيلك دي انت بتصرفها اضطر على زكاة بس على الفلوس اللي هي عنده الفلوس اللي عنده دي لو بلغت النصاب هنطلع عليها زكاة حق سي هنطلع زكاة على الفلوس اللي هي عنده وانا بقول لك اهو خلي بالك انا مش بقول لك مش بتعم اي حد بس خلي بالك لأن اللي بيحصل اللي بيحصل كل شوية ان احنا يطلع لنا حد بياخد بالفلوس من الناس وبعد كده يحصل له تعصر او يحصل له مشكلة او اصلا ما يكونش اصلا راجل بيشتغل بالتجارة لكن بياخد فلوس الناس بالباطل فعشان كده بقول لك خلي بالك ويحكي سيد لكن لما تيجي تطلع زكاة تطلع زكاة على ايه تطلع زكاة على الفلوس اللي عند الراجل اللي هو بيشغل عليك بس لان دي اذا بلغت النصاب وحالة لها الحور معانا الاستاذ محسن من جيزة اهلو مساء الخير يا فنم مساء النور والله يعني السؤال بتاعي المفروض هو مساء سؤال عام مش سؤال خاص بيا اه انا عايز رأي الدين في اللي بيستقر شقة لمدة عشر سنين او عشرين سنة يعني بالقانون القديم كان بياخد شقة بمبالغ بسيطة اما ربنا بيكرمه وحاكيات بياخد شقة تمليك او بينقل بشقة تانية عايز بيعد شقة اللي هو واخدها من عشرين سنة بمبالغ طائلة هو مش عايز يعني خلينا خلينا بس خلينا اقول لك حقيقة حاج محسن انا على فكرة مش ملك مش صاحب ملك بسمعني دايب حاج محسن ما نعارف برضو بص حاج محسن انت دلوقتي بتسألني على مش انه بيبيع على انه بياخد خلوة رجل اللي بيسموه خلوة رجل بالضبط كده انا هكلم حضرتك دلوقتي حاج محسن بصوا جماعة احنا عندنا شقة الايجار الايجار معناه ان الانسان لا يمتلك العين ولكن يمتلك الايه يمتلك المنفعة اللي هي المنفعة اللي هي منفعة السكنة يعني لو مؤجر عين عشان يسكنها او مؤجر عين عشان يستخدمها فهو مؤجر المنفعة بتاعتها العين دي اللي هو البناء ده وليه منفعة ينفع اننا اسكن فيه ينفع اننا اشغله واجيب منه ربح ينفع اننا اعمله عيادة اهو دي اسمع المنفعة فاللي بيأجر بيمتلك المنفعة وعشان يقدر يمتلك المنفعة لازم يبقى عنده حاجة اسمها لاختصاص لازم يبقى المنفعة دي خاصة بيه ماينفعش ان حد يقول بما انك انت مش مالك العين دي يروح جايب عياله ويروح ساكن في نفس العين دي ماينفعش ليه لان المنفعة مختصة بهذا الشخص اللي مأجر العين دي يبقى احنا دلوقتي عندنا في ملك عين وده اسمه بيع او ملك منفعة وده اسمه ايجار طيب اللي مالك المنفعة دي المنفعة دي مختصة به فعشان يختص به لازم المكان ده ما حدش يدخله داني غيره فالشقة دي ليها باب الباب دوت ليه مفتاح الفقهاء قالوا بقى الشخص المؤجر ده هل ينفع يبيع المفتاح ده لحد فلما يبيع المفتاح ده لحد ايه اللي يحصل يبقى بيعه للمفتاح ده جائز قالوا اه يجوز ان يبيع المفتاح فايه اللي هيحصل فايبيع المفتاح ده لشخص تاني بحيث انه هيسمح انه هيدخل المكان ده فيبقى ده اسمه بيع المفتاح فقه اجازه الفقهاء اجاز الفقهاء من استاذ الشافعية انه هيعمل ايه انه هيبيع المفتاح ده لكن انت بتتكلم بقى في مسألة تانية خالص في مسألة التطور اللي حصل في حياتنا من النحية الاقتصادية ان يبيع هذا الاختصاص ويبيع هذا المفتاح ليه؟ لان حصله اختصاص بهذه العين طيب نعمل ايه؟ انا حاسس ان انا كده في عين انا مش ملكها خلاص ما كنتش تأجرها هذا الايجار القديم طيب بتقولي الايجار القديم ده يحصل كذا انا اللي بسترده ده المالك هو اللي بياخد منه ده لانه ما زالت المنفع عنده طيب هو مش عايز خلاص ما ياخدش ما يشتريش منه المفتاح يعني ما يتفعلوش ده انا ليه ما بستخدمش مصطلح خلو الرجل لانه خلو الرجل ده مصطلح بقى سيء السمع واحنا في الفقه بنتكلم على الاحكام الفقهية كما هي فهل ده جائز؟ اه جائز بهذه الطريقة واحنا بنوصي الناس ان الناس يكونوا مع بعض بغير ما حد فيهم يأذي حد ولا يأكل ما الحد لان ده حرام وده يوجع الناس ويجعل الناس بينهم حقد وانتقام احنا مش في حاجة اليه في المجتمع ده معنا الاستاذ محمد من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله اتفضل يا سيد محمد الله يكرمك كان عندي ابني يتوفى سبب يوم رمضان الله يكرمك الله يكرمك كان دخل في غيبوبة من قبل رمضان باربع سيئان تمام الله يرحمه هو سنه كان كام سبعتاشر سنة طيب يعني كان مكلف وكان عليه سيوم رمضان تمام كنت عايزة عرفه التكليف هنا بس عليه سيوم ولا معلوش لا وفده خلاص الصيام دي عبادة بدنية الصيام ده عبادة بدنية انت دلوقتي هو توفي تامن يوم رمضان ولا توفي متى تامن يوم رمضان وكان في غيبوبة من قبل رمضان باربع تيام يبقى هو هندفع التمان تيام دي تفدي عنه وبس تمام قريبا بتقدر بعديم حضرتك بتقدر كان بتقدر بعشرة جنيه بعشرة جنيه ده الحد الأدنى ده الحد الأدنى تمام ويجعله سابقا لكم في الجنة ويجعله شفيعا لكم في الجنة إن شاء الله وينزى عليه من الرحمات ويتقبله كما يتقبل الأولياء والأصفياء يا رب العالمين بس في حاجة بسيطة بس أحب أن نبه عليها بس أولياء الأمور والأهالي يخلي بالهم من ولادهم موضوع الغاز الحمام ده شيء خطر يعني لإني أنا حضر للصدمة دي موضوع الغاز هو مات مختنئ من الغاز معلش بس أي حد عنده حمام على كل حال يخب باله على كل حال يا سيدي يا ابنك إن شاء الله مكتوب لأو ثواب الشهادة إن شاء الله وربنا يجعله في بحبوحة وفي ساعة إن شاء الله يا رب العالمين رزاك الله خير يا موضوع معنا الأستاذة فاطمة من المنوفية ألوان السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم أستاذ فاطمة زي حضرتك يا شيء نعمة نعمة الحمد لله الحمد لله والله يا شيخ نفسي دي دي لحضرتك فالقرب دي يفك عني لأننا تعبانة قوي أنا بقالي سانة دلوقتي ربنا إن شاء الله يوسع عليك وإن شاء الله ربنا اسمه على تعلق يفرق كربك وكرب كل مكروب وإن شاء الله يجعلك في ساعة وينظر إليك بنظر الكرم ونظر اللطف يا رب العالمين يا رب أنا شيخ من فترة بقالي جيسانة دلوقتي وقعت في زم بس ما كانش في نية إن أنا أعمل أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى فالمهم إنه يعني الزمد دوات اضطريت أنا كنت في محلي باكل عيش وإن حمد لله ربنا ميصر معي برضو دلوقتي الحمد لله في شغل وكده في محلي فالزمد دوات مؤثر علي في إن أنا هسيب المحلي وكده مين قالك كده مين قالك كده أنت توبتي إلى الله أيوة أيوة أكيد أكيد ده مش كده أكيد ده مش كده ولكن اللي أنت حصل لك دوت أو تغيرات عشان شخصيتك تبع عندك مش أنت قلتي إن أنت وقعت بالزم من غير ما تقصدي أيوة أنا حتيت إن حياتي مع ربنا سبحانه وتعالى بقت أحسن من الأول في صلاتي في دعائي في تقربي له وكده مش رجل كأن رجلك تجرت لي ده لو أنت حتى لو تسيب المحل وإن شاء الله مش هتسيبيه إن شاء الله ربنا كريم مش هتسيبيه إن شاء الله بص يا حاجة فاطمة أنت كل الحكاية بس ربنا عايزك تكون من أهل السبات يخليك في الكلام ده فتلجأي لي وتمسكي بلطف إن شاء الله ولكن دايما نقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيتركك أبدا إن شاء الله وربنا إن شاء الله يؤسع عليك ويثبتك ويذهب عنك كل كل كرب يا رب ويجعلك في ساعة وفي رحمة ويريكي لذة قبوله لك سبحانه وتعالى إحنا لازم دايما طول الوقت يا سادة بلاش الحكاية ديت حكاية ربطي إيه إن أنا بدا عملت معصية يبقى أنا مستني الزم إمتى هيتجي للزم أنا مستني الزم الزم بتأخر أنا عملت الزم مستني المصيبة هي المصيبة تأخرت ليه يلا بقى مصيبة عشان أخلص يا رب بلاش الطريقة دي في التعامل مع ربنا الله لطيف بعبادي الله سبحانه وتعالى وافر الذم فعشان كده خلوا ثقاتكم في الله سبحانه وتعالى وخلوا قلوبكم متعلقة برحمته ربنا بيحب اللي ينظر إليه وهو على يقين من إنه سيرحمه أنا عند ظن عبدي به فاصل ونعود عشان نستكمل أسئلتكم ومبارك رجعنا لحضراتكم ومعانا سيدة محمد من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حضرتك أنا يا سعيد من أن أنا أشارك في البرنامج الله يرضى عنكم بارك فيكم تفضل يا فاني معلشان أسفة وفيه بس ثلاثة أسئلة هم بساط هقولهم لحضرتك وبعد كده هقفل واسمع من التلفز يا الله يا فاني ربنا عزيز أول سؤال هو كتير بحس بديئة كده يعني إيه يعني الدنيا دقيقة معي شوية بحس كده أنا مخنوق بخنق بخنق بيجيلي كتير وبالأخص من ساعة والدتي ما توفت رحمة الله عليها ويعني من ساعة يعني أقل يعني ما عديتش بيجيلي معلع صح من ساعتها كده وأنا بحس شوية بديئة كده الدنيا فيها خنق بحوض ده أول سؤال السؤال التاني عندي ابني يعني تعيبني شوية فأنا كتير غصبا عني أحيانا ببقى مدعي منه قوي أحيانا بدي عليه يعني أنا بحاول أمسك نفسي لأن أنا عارفة أنه غالط طبعا أن أنا قدي عليه بس أحيانا بقى غصبا عني بدي عليه إنه بجد بجد مدعيني جدا وبيعمل حاجات كتير قوي قوي طيب اللي بعد السؤال اللي بعد السؤال اللي بعده أنا آآ أنا موظفة ففي عندنا واحدة كانت آآ في البوفي مسك البوفي عاملة آآ كانت آآ كان في شركة والشركة مشيت وبعد كده آآ هي سبناها على أساس يعني إنها بتاكل عيش آآ فهي مأثرة في شغلها المفروض مثلا بتعمل بعض حاجات فهي بتأثر في شغلها متعبتنا فإحنا خلينا العامل مشيناها وخلينا العامل الرسمي هو اللي يمسك البوفي طيب فهل أنا كده عليا وزر إن أنا مشيتها بس إحنا كده عملنا الصح في الشغل عشان ما حدش يجيب علينا أي خطأ أنا عايزة أعرف هل أنا كده عملت وزر إن أنا لما مشيتها هي عصلا ديجا على رأس يا فن أول حاجة مسألة مسألة الضيق دي أنا بس الموظفة معايا سمعاني يا محمد آآ سمع حضرتك الموظفة دي كانت دي وظيفتها أصلا آآ هي كانت بتيجي زمان مع والدها وفضلت في البوفي يعني دي مش وظيفتها أصلا لا لا يعني هي لا هي مش موظفة هي كانت في البوفي الأول مع بابها ولما كان حد بيأجر البوفي كانت يعني بتفضل معاهم وكده خلاص ففضلت في البوفي خلاص خلاص أول حاجة مسألة الضيق وخاصة بعد الوفاء دي عندنا مشاكل اسمها مشاكل ما بعد الصدمة واضح إن أنت كنت متعلقة بوالدتك فده يحصل فيها إيه اللي حصل اللي حصل إحنا عندنا لما أحبابنا بينتقلوا دايما لازم نتذكر إيه المعنى وإيه الرقي اللي في قوله تعالى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ المعنى هو إن إحنا ما زلنا في حضرة مولانا وإحنا وأحبابنا بقينا إحنا الاتنين في حضرة مولانا بس هم هيئتهم اختلفت هم هيئتهم بقوا في شكل أرواح وإحنا في شكل أكساد وأرواح فهم في الحقيقة ما فرقناش هم بالعكس بقوا أكثر حرية أكثر حركة ممكن ربنا يعرض عليهم أعمالنا إحنا لما كنا هنا لما يكون حد منهم مسافر ما يعرفش أخبارنا لا إحنا وهنا وهم في البرزخ ممكن يعرفوا أخبارنا ربنا يطلعهم على ده زي إحنا لما بنسلم عليهم وهم بيسمعوا سلامنا إذن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يطلعهم بأخبارنا فندخل عليهم السرور وهو ده أحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاسة لما يحصلك الخنأة دي على طول اعملي حاجة ولو يكون الحاجة دي تصلاح على حضرة النبي يعني صلي بالصلاة تازية مثلا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله قولي دي عشر مرات ويقولي بعد ما تقوليها اللهم هب مثل سوابي صلاتي على حضرة النبي إلى أمي الوقتي ده تجد الأمور دي بتنفرج يبقى دي أول حاجة أنا بقولك الكلام ده مجرب وإن شاء الله ده يساعدك في أن أنت يذهب عنك الضيق وخاصة لو كان لوقتي ضيق لقل وقت قليل إنما لو وقت كبير بقى أنت محتاجة تراجعي أنت إيه هدفك في الحياة أنت يقدي إيه بتحقق العبودية والعمران والتسكية طيب السؤال الثاني ابن حضرتك بتقولي أن أنت ساعات بتدع علي هل ده ممكن يكون فيه معصية أو ممكن ده وتئذي أول حاجة يمتني عن ده واستغفر ربنا وما تعمليش كده الحاجة الثانية ببساطة أن إن شاء الله ربنا لأنه يعرف مرادك ويعرف أن ده سبق لسانه وأن أنت مش عزم على ده إن شاء الله ربنا مش هيستجيب لك وإن شاء الله ابنك في مأمن إن شاء الله لأن الله لطيف بعبادي الحاجة اللي بعد كده بس أنت لازم تمتني عن ده طبعا في حد هايقول لا ده ممكن يحصل له كده ويحصل له كده فإن اللي حاصل يحصل لأولاد حاجة تقول أنا السبب اللي عملت في ابنك لأ هدي بالك امتنع تماما عن الدعاء على أبنك خالص خالص ما تدعيش على أولادك الوظيفة اللي عندك مش إنك تدعي على أولادك الوظيفة عندك إن أنت تربيهم فليين لغبة الأوراق كده أنت ما تدعيش عليهم أنت تدعي لهم وأنت بتربيهم يعني تربيهم وتدعي لهم هو دي وظيفة الأمهات الحاجة الأخيرة الموظفة اللي أنت حضرتك مشتوها هي أصلا مش موظفة وإنتوا بالعكس كنت بتمنعه من العمل الأساس إنه هو يقوم بوظيفته بالعكس ده يكون اللي أنتوا كنتوا بتعملوه ده فيه مخالف فهل أنت عليك اسم ليس عليك اسم وخاصة إن هي كانت من أهل التقصير فأنت ما عليكيش اسم معنا أم عمر من البحيرة أم عمر معنا عليكم السلام عليكم عليكم السلام راح أطلب بركاته أتكلم حديثك بخصوص الحلقة وبتعطيه مستبت يا شهر أيها الحلقة بتاعت عودة الحب طيب أنا عملي زوجي يعني إذا نعتبر السبع سنوة اللي حديثتك أنا بعلم منهم معاه وحاولت أتكلم معاه كثير ويعني ما مفيش أي استجاب يعني سيقوله هو ده اللي عندي أو ده طبعي مش مش هغيره كان عجبك وحياتنا كلها مبنية على شغله يعني شغله مثلا استمر في شغله دايما بيبقوا مخصوص طب ده طبعه من زمان يعني ده طبعه مع أهله وده طبعه معاك يعني ده طبعه من زمان ولا طبعه معاك وكان هو كانت كويس جدا وكان الشخصيهم تدين يعني بس أصحاب السوق وكده فحالة جلب آآ تماما يعني هو بيتعطى حاجة؟ لا لا بس هو بعيدا نغذب بنا يعني الصلاة ممكن آآ الخمس فوق دي جمعهم على بعد الكرآن ده آآ هاجروا خالص طيب خلينا سألك يا أمام عمر أنت بالوقتي هو بيقولك أنا طبعي كده طبعي كده أن أنا ما بكلمش ما بقولش حاجة عن حب بيهين بيضرب؟ أو بيهين طيب تمام وبرضو بالنسبة لي أنا يعني بسرع أنا ربك منزل لو مطلوب مني عشر حاجات وعملت تسع حاجات وأثرت في الحاجة العشرة بيبص على العشرة ويقولك أنت ما عملتش حاجة وانت لا تنفعي لأم ولا زوجة ولا الكلام ده كله ولا أي حاجة ولا أنا لي لازم أصلا طيب هو ممكن وممكن يتحرك معاك يروح مثلا لخبير ولا يعمل إيه ولا أي حاجة أصلا ولا ينفع ولا ينفع ندخل حد من كبرات العيلة ولا حاجة بندخل وبيفهمه مثلا الحاجة ديت وليه حقها كذا بيفهم وتغير شوية لمدة أسبوع أسبوع بقى آخرنا أسبوع وبعد الأسبوع خلاص وقلنا أنا هو طب ده علامة كويسة ده علامة كويسة يا أمو عمر تخلينا منيئاس سؤال تاني مع الشيء أنا كنت يعني أنا مجد الزواجة بقالي ثلاث سنين من شرطي في الزواج إن أنا يخليني أستمر في حفظ القرآن وفي دروسي العيل وكذا فجبل الشرط ده وبعد بعد ما تزوجنا خلاني أن أنا ما أدخلوكش من البيت نهائيا وكنت بتوصل مع أحد المعلمات إن هي تحفظني القرآن على النتو وكذا جي تكسر التليفون بتاعي السطرة في فوقت من الأوقات يعني وقال لي احفظني من نصحة طب ما ينفعش فيه تجويد وفيه دروس وكذا هو ده هو ده اللي موجود طيب أنا أقول لك حاجة لو كان الكلام ده أنا أهجهله هو الكلام لأن الكلام معاك أنت الشرطين الشرط اللي أنت اشرطيه ده شرط شرعي وما فيهوش أي مشكلة أن أنت تستمر في العلم بل هو اللي يابد أن هو يشجعك على ده والسؤال الأولاني كمان أنه هو ما بيستجبش وما بيوقفش سموم الحياة الزوجية اللي ممكن تسبب المقاتل الحب في البيوت فأنا شايف أن أنت ببساطة خالص هو يبدو أن فيه حاجة احنا محتاجين أن احنا نسمع شوية التفاصيل عن الشخص ده وأنا بنصحك أن أنت تروح لخبير تروح لخبير وتوصفوله ملامح شخصية ده هيقولك مفتاحين تلاتة ممكن تستخدميهم عشان يخليه يرجع زي زمان لأنه الحقيقة مش يرجع زي زمان لا يخرج أحسن ما فيه أنا ما بحيبش فكرة أن الواحد يرجع زي زمان لكن نخرج أحسن ما فيه لأنه ممكن إنسان يبقى أحسن من زمان فنعمل إيه فهتسأل الخبير تقول له شوية تفاصيل كده تقول له مثلا أن الشخص ده في أوقات معينة لما بتيجي مواسم الفرح وكده بنحس أن احنا فرحنين معاه فيبقى الراجل ده مشكلته في الحقيقة الضغوط أنه لما بيجي في الأوقات اللي فيها فرح ده بيبقى لطيف قوي قوي يبقى خلاص مفتاح من مفاتيحه أن محتاج حد يقف يخفف من الضغوط ده محتاج طبطب فانطب طبع عليه طب أنت بتقول لي طب أنا علي يبدأ كله إيه أنا مش بقولك أن أنت بتعملي طاعة بالمناسبة أنت ده يكتب في ميزان حسناتك وإن شاء الله ربنا يجعله في الجنة يجعلك دوت في الجنة فلازم أنت تعرف أن الكلام ده جيد في حقك الحقيقة التانية أن الشرط اللي أنت اشترطي يا أخي ده واحد بيقولك أنا أوزع رزق البيت أنا أوزع بركة البيت ده العلم ده هو من أوسع أبواب الفتح في البيوت وأوسع أنواع وأوسع أسباب البركة في البيوت فأخي اتق الله سبحانه تعالى إذا أنت لم تكن بتعلمها أو بتسعيد على العلم سبها تتعلم لكن أن أنت تمنع عن العلم لو منعتها عن العلم أنت تقع في الإسم وخاصة لو كان العلم ده مما يجب عليها فما تمنع عاش عن العلم ولا تصدع عن سبيل الله سبها عشان في الحقيقة دوت اللي بيخليها تتملي الرضا وتخليها حاسة بأن أنت فيك خير بالمناسبة أنا حاسة أن أنت فيك خير بدلا بتسمع النصيحة وتعمل بيها ولو لمدة صغيرة أنت من جواك تبقى عايز تتغير وعشان كده بقولك لو حبيت تتغير تعالوا أنتو الاتنين على مركز الإرشاد الزواجي وتعالوا نتكلم مع بعض ونقعد نتكلم إزاي الأمور تتغير وإزاي يرجع الحب تاني يملأ لبكم بنور الله سبحانه وتعالى وبقرب من الله سبحانه وتعالى يا رب اجعل بيوتنا مليئة بالخير والبركة والجمال اجعلنا يا ربنا رحماء ببعض واجعلنا يا ربنا أسرار أسرار مددك ولطفك وكرمك تملى بيوتنا تملىها فرح وهنى وسرور وسعة وبركة وراحة بال يا رب اجعل صدرنا دائما منشرحة لمكارم الأخلاق واجعل كل واحد فينا سبب من أسباب السرور والسعادة على شريك حياته يا رب اجعلنا لا نقع في فخر نفس الأموار بالسوء ونتتكلم بكلمة تجرح حد أو توجع حد أو تقلم حد اجعلنا دائما يا رب كلامنا يفتح طائط أمل ويخلي الناس يخرج أجمل ما فيها يا رب جمّننا بجمالك واجعلنا دوما يا رب العالمين نفتح باب الوصال بك فنعيش دائما في أنوار الجمال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين